شاب فقير تقي طرد من عمله ظلما فسافر إلى مدينة أخرى يبحث عن عمل وفجأة لم يجد النقود التي كانت معه فأخذ يبحث عن رغيف خبز يسكت به جوعة ووجد رجلا تبدو عليه ملامح الثراء فتقدم إليه بخجل وأفهمه أنه غريب وطلب منه ثمن وجبة فنظر الرجل إليه بغضب وكبر وصرخ ابتعد عني فأكثر ما أكرهه أنت وأمثالك من الفقراء ابتعد وإلا أوجعتك ضربة ابتعد الشاب وظل يدعو الله أن يقف بجانبه وعاهده بأن لا يسأل أحدا ولو ما تجوعا وجاء الليل وأخذ الشاب يبحث عن مكان يقضي به الليل فلم يجد غير مكان للقمامة وأثناء نومه شعر برجل يهزه ويقول له استيقظ وتعالى معي ألا تريد أن تأكل طعاما لذيذا وتنام على أجمل فراش تعالى وسترى بنفسك سار الشاب معه وبعد مسافة قصيرة وصل إلى قصر فإذا بالرجل المتكبر الذي قابله يقف وسط القصر فعرفه الشاب بينما لم يعرفه صاحب القصر وقال للرجل الذي جاء بالشاب هيا بسرعة أدخله الحمام ثم أت به إلى هنا وبعد أن خرج الشاب من الحمام وارتدى أغلى الثياب قال له الرجل المتكبر لقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات بائنة ولا أستطيع ردها إلا بعد أن تعقد على رجل آخر وأنت الرجل الآخر فاعقد عليها وغدا صباحا تطلقها لم يتردد الشاب فقد كان كل تفكيره في الطعام الذي لم يدخل معيدته يوما كاملا وتم العقد ودخل غرفة فسيحة بها طاولة عليها دجاج ولحوم وفاكهة فأكل وشبع ثم جلس يحمد الله ويسبحه وبعد قليل فتح باب الغرفة ودخلت منه سيدة جميلة وقالت له أنا زوجتك التي عقدت عليها وأريد منك طلبة أرجو منك أن لا تطلقني فأنا لا أريد أن أعود لزوج السابق فهو إنسان شرير متكبر لا يخاف الله لقد طلقني عدة مرات وفي كل مرة يأتي برجل مثلك ويعطيه بعض المال ليعقد علي ثم يطلقني وهكذا أخذ يتلاعب بحدود الله وأنا صاحبة هذا القصر وكل ما يملكه زوج السابق مالي أنا فإذا رضيت صار كل شيء لك وعشت معي هنا فأنت يبدو عليك أنك شاب خلوق وافق الشاب وقضى ليلة سعيدة مع زوجته وفي الصباح جاء زوجها السابق عابسة وطلب من الشاب تطليق زوجته بسرعة فرد عليه لن أطلقها واخرج من هنا حالا قبل أن آمر الخدم بطردك كالكلاب خرج الرجل المتكبر يجر أذيال الحسرة والندامة وقبل أن يغادر قال له الشاب هل تعرفني أنا الفقير الذي جئتك بالأمس أطلم منك ثمن وجبة ولكنك تردتني وبسبب بخلك وكبرك أذلك الله تعالى وحول بفضله كل هذا لي لأنك نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير شاب في السابعة والثلاثين من عمره متزوج وله أولاد ورغم ذلك ارتكب كل ما حرم الله من الموبقات أما الصلاة فكان لا يؤديها مع الجماعة إلا في المناسبات فقط مجاملة للآخرين والسبب أنه كان مصاحبا لمجموعة من الأشرار العصين فكان الشيطان ملازما له في أكثر الأوقات فكان دائما كئيبا غاضبا والعلاقة بينه وبين زوجته وأولاده سيئة للغاية كان لهذا الشاب العاصي ولد في السابعة من عمره اسمه مروان وكان في بعض الأحيان يرى والده وهو يفعل بعض المنكرات إلا أن هذا الإبن بفضل الله قد ورث الإيمان من أمه الخلوقة المؤمنة وذات ليلة كان هذا الشاب وابنه مروان في البيت بعد صلاة المغرب وكان الأب يخطط ماذا سيفعل هو وأصحابه من معاصي فإذا بابنه مروان يقول له لماذا يا أبتي لا تصلي ثم رفع يده إلى السماء وقال له إن الله يراك فتعجب الأب من قوله وأخذ مروان يبكي أمامه فأخذه إلى جانبه لكن مروان ابتعد عنه وذهب إلى صنبور الماء وتوضأ وكان قد تعلم الوضوء من أمه التي كانت من حفظة كتاب الله بعد أن توضأ مروان دخل على أبيه وأشار له بأن ينتظر قليلا ثم ذهب بعد ذلك وأحضر المصحف الشريف ووضعه أمامه وفتحه مباشرة دون أن يقلب الأوراق ووضع إصبعه على هذه الآية من سورة مريم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ثم أخذ مروان يبكي وبكى معه الأب طويلا ثم قام مروان ومسح دموع أبيه وقبل رأسه ويديه وقال له صل يا والدي قبل أن توضع في التراب وتكون رهين العذاب كان الأب في ذهول ودهشة وخوف لا يعلمه إلا الله فقام على الفور وتوضأ ثم قام بإضاءة أنوار البيت جميعها وكان ابنه مروان يلاحقه من غرفة إلى غرفة وينظر إليه باستغراب وقال له دعي الأنوار وهيا إلى المسجد فأخذه الأب إلى المسجد وهو في خوف شديد وأقيم لصلاة العشاء وإذا بإمام المسجد يقرأ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لم يتمالك الأب نفسه من البكاء ومروان بجانبه يبكي لبكائه وفي أثناء الصلاة أخرج مروان من جيبه منديلا ومسح به دموع أبيه وبعد انتهاء الصلاة ظل الأب يبكي ومروان يمسح دموعه حتى أنه جلس في المسجد مدة ساعة كاملة حتى قال له ابنه بعد أن خاف عليه من شدة البكاء لا تخف يا أبي فأنت هنا في أمان عاد الأب وابنه إلى المنزل فكانت هذه الليلة من أعظم الليالي عند الأب حيث شعر بأنه ولد فيها من جديد وحضرت زوجته وحضر أولاده وأخذوا يبكون جميعا وهم لا يعلمون شيئا مما حدث فقال لهم مروان أبي صلى في المسجد اليوم فرحت الزوجة بهذا الخبر إذ أن مروان هو ثمرة تربيتها الحسنة وقص الأب على زوجته ما جرى بينه وبين مروان وقال لها أسألك بالله هل أنت من طلبت من مروان أن يفتح المصحف على تلك الآية فأقسمت بالله ثلاثا أنها ما فعلت ثم قالت له أشكر الله على هذه الهداية ومنذ تلك الليلة والأب ولله الحمد لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد وقد استطاع أن يقنع رفقاء السوء بالعودة إلى الله وترك المعاصي وأصبح يعيش في سعادة غامرة وحب وتفاهم مع زوجته وأولاده يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أثناء ما كان عزة في عمله اتصلت به زوجته وأخبرته أن ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات اجتد عليها المرض فأسرع وراكب سيارته وقادها بسرعة جنونية حتى وصل إلى البيت ثم حمل ابنته وأخذها للسيارة ومعهما زوجته ليذهب إلى المستشفى ثم قاد السيارة حتى وصل لطريق يجبره على السير بشكل مستقيم إلا أن صاحب سيارة زرقاء كان أمامه لم يفسح له الطريق فأرسل إليه إشارة ليفسح له ففعل صاحب السيارة الزرقاء ولكن حين أراد عزة تجاوز السيارة الزرقاء قام صاحبها بتضيق الطريق عليه ولم يسمح له بالدخول إلى الجانب الآخر للطريق فغضب عزة كثيرا خاصة وأن ابنته تبكي وتأن بأنين يمزق القلب وزوجته تطالبه بزيادة السرعة ولكن عزة عندما كان يخفف السرعة يجد صاحب السيارة الزرقاء يخفف أيضا وحين يسرع يفعل بالمثل وكأنه يسخر منه وهنا تذكر عزة الحادثة المؤلمة والتي تسبب بها حين كان شابا طائشا قبل زواجه بعام إذ أنه كان يضايق إحدى السيارات يقترب منها جدا كي تضطر تلك السيارة للابتعاد عن الطريق وكان يفعل ذلك للاستهزاء والمتعة ولكنه لم يعد ممتعا حين انحرفت السيارة التي كان يضايقها واستضمت بطفلة صغيرة فقيرة كانت تمسك بيد أمها في طريقهما للمدرسة وعندما علمت والدة عزة بالأمر ذهبت إلى أهل الطفلة وتكفلت بعلاجها وعاتبت ابنها ونهته عن السخرية بالآخرين وذكرته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لقد ذكر عزة هذا الحادث وظل يبكي على ذنبه حتى أفسح له صاحب السيارة الطريق ظن منه بأن عزة يبكي بسببه وعندما وصل عزة للمستشفى دخلت ابنته غرفة العناية الفائقة حتى زال الألم وبعض الشيء وبعد ثلاثة أيام قام عزة بالذهاب إلى أهل الطفلة التي تسبب في إصابتها منذ خمس سنوات ولأول مرة يعتذر عزة لأحد كما فضى الدموعه وهو يطلب من أهلها مسامحته ووعدهم بتحمل مصاريفها من الآن وحتى يتم لها الزواج فسامحته الأسرة وشعر بسعادة كبيرة خاصة عندما عاد إلى بيته ووجد ابنته قد شفيت تماما من مرضها وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمناه وأن عليه النشأة الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر